اشتركوا في القناة 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 تنصيق علشان اتدفع بلاعبين من قطاع الناشئين وشفنا الخطوة دي في معسكر الامارات حوالي 13 لاعب طلعوا الدرجة الاولى شفناها في القائمة الافريقية لما بيتأيد حوالي 5 لاعبين من قطاع الناشئين دي خطوة مهمة والكابتن بادر رجب وانا بتوصل معه شخصيا قال احنا لسه عندنا مزيد من اللاعبين ان شاء الله يكون فيه تنصيق اكتر الفترة اللي جاية علشان نقدر نطلع اكبر عدد من اللاعبين يشوفهم مستر كولر ويستفيد بيهم الفريق الاول للنادل كابتن حشيش اجتماع مهم وخطوة مهمة وتنصيق دايما مستمر ما بين قطاع الناشئين والفريق الاول بالمدل طبعا خطوة كبيرة من الكابتن خطيب لازم بيقى فيه تنصيق لان التنصيق ده مهم احنا بنتكلم على اهم فرقة في قطاع الناشئين اللي هي الفرقة اللي تحت الدرجة الاولى شفنا لعبة كتير منها سفروا في معسكر الامارات وفي لعبة تأيدت افريقيا فلازم دلوقت العمل بقى اتباع مش تهريج بقى ده الموضوع جد يعني جد خلاص كل اللعيب يعرف انه هو منتمد دلوقتي للفريق الاول اللي باقي من الموسم ده هي مرحلة بس صغيرة لغاية الموسم اللي جاي لانه هم السن ده اخر سن في الناشئين السنة دي التنصيق مهم جدا جدا مع مستر كولر عشان هيحتاج طبعا اللعيبة دي في مباراة طبعا افريقيا بعد تسجيله دي سابقة يعني جديدة انا شاف انها جديدة كان يبقى فيه خمس لعيبة مقيادة افريقيا في القائمة الافريقية دي حاجة كواسة جدا بتدي حافز للعيبة انها تكتهد فيه فرقها وحتى اللي ما يعني محرفوش الحظ ان النهاردة لازم يبص ليه السنة الجاية سواء هيفضل في النادي او سواء هيطلع اعارة او سواء هيبقى بيع نهائي في جميع الاحوال لازم يقدي كواس جدا جدا واعرف نفسه للجهاز واعرف نفسه للجماهير عشان المرحلة الجاية او ده مفترق طرق بالنسبة للعيبين دكتور سابت خمس لعيبين تم قدر في القائمة الافريقية حازم جمال براهيم عبد الحكيم مصطفى ابو الخير اسلام عبد الله محمد عبد الله يعني يوسف سادة عبد الحفيز يوسف سادة عبد الحفيز خطوة مهمة ودافع للعيبة دي نكو تحت اعين مستر كولر كل واحد يشد حلو الفرصة جاية جاية طبعا هو أولا يحسب للنادي الاهلي بصراحة تحية كبيرة للإدارة النادي الاهلي على اللي هم بيعملوه بالنسبة في قطاع النشئين كمان الاهتمام ان انت بتربط ما بين مارس الكولر وما بين قطاع النشئين دي حاجة مهمة جدا النهاردة لما اللاعب بيطلع من صغره شارب يعني النادي الاهلي بيدخل بيتعلم قضة اللبس بيحفظ سيستم النادي الاهلي وخشه في المنظومة فلما بيتربط جواه النادي الاهلي لما بتأسسه جوا قطاع النشئين بيفرق فزي ما حدك قلت النهاردة في ستة من قطاع النشئين غير اللي أصلا كانوا موجودين انت النهاردة يا كابتن أسامة يا كابتن محمد الحراس بتوعك كلهم نشئين اهلي مصطفى شبير طبعا محمد الشناوي مصطفى شبير الموجودين حاليا يعني بعد إصابة الشناوي مصطفى شبير حمزة علاء مصطفى مخلوف حزم جمال الأربعة أربع حراس من قطاع النشئين فدي أهمية قطاع النشئين في النادي الاهلي كذلك الاتنين المساكين إسلام عبدالله وإبراهيم عبد الحكيم اللي هم موجودين النهاردة في موليد 2003 الاتنين دول تأيدوا في القايمة الأفريقية ومصطفى مخلوف تأيد في القايمة الأفريقية يعني النهاردة الفرق اللي الناس هتشوفها فرقة 2003 اللعبة كتير جدا منهم متسجل في القايمة الأفريقية فلما لما تشوف حاجة زي كده لا اللعبة دي خلاص برضو 2003 اللعبة يعتبر درجة أولى فريق أول 20 سنة اللي 2005 ومصطفى أبو الخير طبعا دي أحدى مباريات الأهلي السابقة اللي احنا زعناها يا دكتور سابت وانت تتكلم مباريات الأهلي وبرمز اللي فاز فيها الأهلي بخماسية وإسلام عبدالله جاب هاتريك يعني جاب هاتريك فإسلام عبدالله ده موجود طيب قبل ما تكملوا يعني كلامكم نروح لأرض الملعب ومعنا زميلنا محمد توفين نشوف آخر استعدادات للفرقين الأهلي وبيترو جيت تحياتي لك تحيات كابتن محمد حشيش دكتور أحمد سابت تفضل سهلا خير كابتن محمد حشيش تحياتي لحضراتك وضيفة الكرام كابتن محمد حشيش دكتور أحمد سابت وكل مشاهدة قناتنا ده بكل مكان تجدد للقاء وجولة جديدة مباريات أو دور نهائي لتحديد بطل المسابعة يمكن خلالنا نشرح للمشاهدة كابتن أسامة نظام المسابعة يمكن كل فريق لأب 20 أسبوع في دور من دور واحد لتحديد يعني أو ترتيب الفرق جميعا العشر أوائل صعدوا لمرحلة البطولة أو المنافسة على البطولة والحضراشة فريق اللي فيه الترتيب الأخير يعني ممكن بيصفوا على الهبوط للدرجة الثانية الحمد لله النادي الأهلي يمكن أنهل للدور الأول الترتيبي في المركز الأول بترجيت منافس النادي الأهلي اليوم في المركز الخامس النادي الأهلي طبعا صعد بنفس يعني عرض نقاطه 42 نقطة في المركز الأول وبترجيت في المركز الخامس بـ 36 نقطة إن شاء الله الفريق ويتبقى ليه تسعة مباريات على البطولة أولها النهاردة أمام بترجيت إن شاء الله يقدر يحفظ على ترتيبه ويبضل في المركز أول زي ما كنت بتتكلم كابتن أسامة حضرتك ويديوفك كرام إن فريق 2003 أو كل اقتعنا شيء بشكل عام على الكبير جدا منه مصعد للفريق الأول أو كمان في أعراض لفرق لديه الدور الممتاز لاكتساب طبعا الخبرة والعودة مرة أخرى لبتهم من جديد النادي الأهلي ولكن طبعا يبقى هدف النادي الأهلي في البداية وفي أولا هو البطولة وإن شاء الله الفريق يقدر يحفظ على دور تيمكن كابتن أسامة الفريق زي ما قلنا يلعب تسعة مباراة في هذا الدور لتحديد بطل المسابع منهم تلت مباراة بس هيبقوا على أرضه مباراة اليوم أمام فريق بترجيت وبعد كده يبقى مباراة للتحالي السكندري ومباراة الزمالك ولكن ست مباراة كاملة من التسعة مباراة كابتن أسامة هتكون خارج ملعب فريق النادي الأهلي ولكن إن شاء الله الفريق أدهه بإذن الله يقدر يحصد البطولة ويحقق الهدف الأول وهو البطولة دائما داخل النادي الأهلي يمكن فريقين بالفعل وأنا محرك دلوقتي فيه أرض الملعب بيجرع عاملات الأحماء النادي الأهلي طبعا بقرارة كابتن أحمد عبزار مدير الفني وبترجيت بقيادة الخلوك كابتن حمام إبراهيم وطبعا قرارة اللي بتطع النشقين فيه نادي بترجيت من كابتن ياسر رجب أحد أبناء النادي الأهلي اللي دائما بنشهد لهم يعني بالكفاءة كأن أرضية الملعب كابتن أسامة وولا أروع جاهز طبعا التنفيذ داخل الفرق النادي الأهلي هنا فيه مدينة نصر عامل أداء أكثر من رائع أرضية الملعب جيدة جو النهاردة كمان يمكن شتو دافئ أكثر من رائع كل العام المحيطة بالمباراة إن شاء الله تكون مساعدة للفريقين نشوف مباراة جيدة وتنتقى إن شاء الله بتتويج النادي الأهلي بسلاس نقاط وطبع أول سلاس نقاط فيه دور البطولة بإذن الله رب العالمين يمكن زي ما كان دكتور رحمة سابت بيتكلم وأنا وحرك في البداية عن إن فيه لعيبة كتير مقاعدين أفراك أو كمان فيه أعراض كمان فيه غيابات النهاردة يمكن أبرادهم كريم عثمان وأحمد داود ويوسف شريف للإصابة ومصطفى بالخير طبعا المقايد في الفترة الأخيرة الإفريقية يمكن غيب النهاردة للإقاف لحصوله على سلاسة الإنزالات ولكن إن شاء الله بقية اللاعبين الموجودين يكونوا بإذن الله قدر المسؤولية وإن شاء الله يحققوا النتيجة المرجوعة وفوز النادي الأهلي وحصد سلاس نقاط يمكن نهاردة كمانا كابتن مسامة بيقود اللقاء التحكميا طاقم تحكم بقيلة محمود منصور من منطقة الغربية 35 سنة وبيعونوا المساعد الأول عمر فتح 38 سنة من منطقة اسكندرية والحكم المساعد التاني كابتن محمود القاضي من منطقة اسكندرية 27 سنة نتمنى كمان طاقم التحكمية التوفية النهاردة يقدموا مباراة كبيرة ويساعد الفرئتين إن شاء الله أنهم يعملوا مباراة كبيرة وزي ما قلنا بإذن الله النادي الأهلي النهاردة يكون أول سلاس نقاط في هذا الدور وبإذن الله ينهي البطولة في المركز الأول كعات النادي الأهلي دائما إن شاء الله كل الأجواء زيما تلك محمد توفي كابتن حشيش شايفين في خلفية الملعب وراء محمد توفي أرضية الملعب ما شاء الله فترة اللي فاتت الأهلي استعاد استعاد كويس فترة التوقف أفل الملعب صيانة وقدامنا إحمال الفرئين ملعب على أفضل ما يرام حاجة طبعا يعني غريبة لأن إحنا عدنا نص الموسم داخلنا عامية الموسم الوضع الطبيعي الملعب بيبقى استهلك من المباريات وكده خاصة أنه فيش أن الملعب ده بتاعيب عليه المباريات الجمهورية الرسمية فكون أنه هو الحقيقي يبقى بالجودة دي فده دليل يعني أنه فيه شغل كويس أو فيه صيانة الملعب تشوفت حدقك ملعب برج العرب برج العرب النجيلة بتاعت عاملة ازاي يعني بايزة في الوقت ده ملعب أهل مدينة مصر خلي بالك افل حوالي ثلاث أسابيع صيانة تم عشان عارف أنه الفترة جاية فيه بقى 2007 بيلعب عليه 2008 و2003 2005 فتم يعني السنجيلة تحفظ صراحة يعني دي من أحلى الأوقات اللي شفنا فيها ملعب أهل مدينة نشكر بقى المهانسين الخاصين بالسيان دي بقى الجنود المجهولة نروح نشوف جدوى الترتيب دوري الجمهورية موليد 2003 قبل انطلاق يعني جولة اليوم أو مباراة اليوم الأهلي أمام بتروجيت والأهلي في الصدارة لو معانا الجدوى اللي ياريت ننزل بيه على الشاشة وإحنا بنستعرضه تمام خدمة خمس نجوم زي ما الشباب معودين الأهلي في المركز الأول لعب 20 مباراة فاز في 13 تعادل ومكسب واحد تعادل وهزيمة واحد وهزيمة خمس مباراة الأهلي في الصدارة برصيد 42 نقطة إنبي في المركز الثاني 41 نقطة الفرق فرق نقطة من الأهلي وإنبي سيراميكا في المركز الثالث المقاولين في المركز الرابع بيترو جيت يعني صاحب اللقاء أمام الأهلي النهاردة أو الطرف الآخر أمام الأهلي في اللقاء في المركز الخامس برصيد 36 نقطة زمالك في المركز السادس السابع المصري التامل بيرامدز التاسع الاتحاد السكنداري العاشر فاركو والأول عشر فرق هيلعبوا بعد النهاردة الجولة الأولى بتنطلق النهاردة أول عشر فرق من أول الأهلي لفاركو وبعد كده من المركز الحضاشر للمركز واحد وعشرين دوري آخر لترتيب المراكز بداية من طنطة غزل المحلة سموحة فيوتشر زد القناة طلع الجيش لإسماعيلي الجونة السد بأسوان وبلدية المحلة عشان متابعينا ومشاهدين يعني يعرفوا المسابة الفين وثلاثة بتقامل زي بنكمل على النقاط دي بنكمل على النقاط الموجودة من أول مركز الأول للعشر الفرة دي بيقابلوا بعض النهاردة ومن أول الحضاشر واحد وعشرين على ترتيب المراكز طيب نشوف مباريات الأسبوع الأول في دولة الجمهورية في تحديد البطر النهاردة في مباريات مهمة جدا النهاردة الأهلي بيواجه بتروجيت في ملعب الناشئين بمدينة نصر المصري أمام امبي تاني الأهلي أمام بتروجيت المصري أمام امبي سيراميكا كليو باترا أمام بيرامدز والزمالك أمام الاتحاد السكنداري والمقاون العرب أمام فارقه دول خمس مباريات ترتيب العشر فرق الأولى في جدول المسابع في نقطة عايز بس أتكلم فيها يعني امتداد للكلام اللي كنا بتتكلم فيه من شوية اللي هو الخطوة بتاع مجلس دارة وكابت الخطيم اللي هو تنصيق ما بين المدير الفني والإدارة الفنية في قطاع الناشئين زماني أسامة يعني الناس الأدام بقى الكبار في السن شوية كانوا عارفين أو فاكرين أن القطاع الناشئين بيتمرم مع الفريل الأول في نفس الملعب ياحمد في تيتش كلنا مع بعض فكان التنصيق ده يعني بيبقى سهل شوية لأن احنا بنتمرم مع بعض والفريل الأول بيتفرغ على التمرينات بتاعتنا والمطشاط بتاعتنا لأنه كان ملعب واحد عليه كل الفرق بما فيهم الدرقة الأولى فكان التنصيق وأن المدير الفني يشوف اللعيبة الدور الفني بتاعة الفرقة الكبيرة يشوف اللعيبة كان سهل قوي إنما دلوقتي عشان طبعا قطاع الناشئين استقلوا بقى في مدية ناصرف كان صعب ومتبقى صعب شوية دلوقتي برضو بيعملوا حاج بيعملوا مات تراي ماتش بالزرق فالمدير فاكولر بيتفرغ يعني لسه من يومين كانوا بيعملوا تراي ماتش أنا عايزة أقولك كمان بالإضافة لكده الدور بقى على قناة الأهلي بقى من الستوديو اللي احنا بنعمله واسامة الستوديو اللي بيعمله يعني ده بيكمل التنسيق ده لأنه بيجيب الماتشاط للمدير الفني كولر لغات عزه مهاردة لغات كولر ما راحش ملعب نشي في مدية ناصر وهو قاعد في الجزيرة يفتح التلفزيون قناة الأهلي اللعبة قدامه وبيتابع فدي مهمة فبرضو دي حاجة مكملة يعني طيعا نروح نشوف الجهاز الفني والإداري لفريق آآ النادي الأهلي أو فريق شباب الأهلي موليد الفين وتلاتة جهاز الفني الكابتن أحمد عبدالظاهر مدير فني كابتن أحمد جلال مدرب عام كابتن خالد عثمان مدرب حراس المرمة كابتن محمد راشد مدير إداري دكتور علاء مامون طبيب الفريق كابتن عمر شعراو مدرب أحمال كابتن عبدالحميد حسين مدلك عبدالرحيم سنج مسؤول مهمات ورمضان حارس مسؤول مهمات ده الجهاز الفني للنادي الأهلي ونشوف قائمة الهدفين قبل انطلاق مباراة اليوم سمير محمد هدف الفريق برصيد تسع أهداف وعلي نادر سبع أهداف ميدو نبيل ست أهداف عبدالرحمن شريف أربع أهداف إبراهيم عبدالحكيم تلات أهداف محمد ويل تلات أهداف محمد أسامة هدفين وهدف لكل من أحمد أشرف ومصطفى أبو الخير اللي هيغيب عن لقاء اليوم هدف نروح لتشكيل النادي الأهلي تشكيل النادي الأهلي اللي هيبتدي لقاء اليوم في حراسة المرمى مصطفى مخلوف هيمثل النادي الأهلي اليوم في حراسة المرمى خط الظهر اتنين ما السكين إبراهيم عبدالحكيم وإسلام عبدالله باك رايت عبدالجواد عبدالرحمن باك ليفت مازن وسامة اتنين في وسط الملعب أحمد طعيمة وميدو نبيل أحمد أشرف وينج رايت وميدو وسامة وينج ليفت واتنين في الأمام اتنين مهاجمين عبدالرحمن شريف وسامير محمد ده تشكيل النادي الأهلي ومن الواضح أن الكابتن أحمد عبدالزاهر هيلعب بطريقة أربعة أربعة أتنين كابتن عشيش طبعا التشكيل بتاع بيت روجيت بيضم أكتر من لاعب بيلعب مع الفريل الأول الفريل الأول المتصدر دوري المحترفين واللعب على مستوى عالي منهم طبعا يونس فايز الملعشرة ده مهاجم وزياد أشرف مساك محمد فرج بيلعب نص ملعب ديفندر بس بيلعب النهاردة مساك محمد عدل خليفة ده حارس المرمى تتكلم على تشكيل بتروجيت في حراسة المرمى محمد عدل خليفة خط الظهر من المين الشمال أحمد إبراهيم زياد أشرف محمد فرج ومصطفى محمود ثلاثي في خط الوسط محمد كامل كلوشة ومحمود يحي ومصطفى الجمل وثلاثي أمامي يونس فايز ونصر سعيد وفارس رضا زي ما قلنا فيهم أربع لعيبة متواجدين في الملعب يونس فايز ده لعيب كويس نمرة عشر وبالعب الفريد أول زياد أشرف مساك محمد فرج ده بيلعب ديفندر بس النهاردة هو بنزله مساك عشان فيه مشكلة في المساك محمد عدل خليفة ده حارس المرمى وده حارس مرمى من ضمن حراس المنتخل بقى الأولمبي فده برضه مستوى كويس فيه لعيب بقى كويس قوي اسم محمد إبراهيم شهير بدوده ده مهاجم ده رجع من إصابة فمقعده عشان يبقى كارت كويس ينزل الشروط التاني يعني النهار ده المباراة إيه طبعا مش مباراة سهلة على النادي الأقل لا أبدا المباراة قوية طبعا تمام دكتور سابت تشكيلة النادي الأقل يوم الواضح ان الكابتين أحمد عبدالظاهر أولاك سريع مصطفى مخلوف عبد الجهود عبد الرحمن إبراهيم عبد الحكيم إسلام عبدالله مازل أسامة أحمد طعيمة مدو نبيل في وسط الملعب وهي لعب طرفين فاتحين الملعب أحمد أشرف مدو أسامة واثنين في الهجوم عبد الرحمن شريف وسامير محمد أربعة أربعة أتنين النهاردة وتشكيل هجومي بحت من الكابتين أحمد عبدالظاهر طبعا في حراسة المرمى مصطفى مخلوف النهاردة مهم جدا إن احنا نسلط الضوء على مصطفى مخلوف لأن انت عندك الزنفولي وعندك مصطفى شوبير وعندك حمزة علاء والحارس اللي بعد كده مصطفى مخلوف فالنهاردة إن شاء الله يظهر بشكل كويس يطمننا على مركز حراسة المرمى الاتنين المساكين الاتنين يتقايدوا في القايمة الأفريقية ممكن نحتاجهم إبراهيم عبد الحكيم وده مساك ممتاز في التمركز الدفاعي وجنبه إسلام عبد الله اللي احنا لسه كنا عرضين له الأهداف إن هو مسجل هاتريك في شباك بيرامدس الباك رايت عبد الجواد عبد الرحمن والباك ليفت مازل أسامة مازل أسامة برضو عنده سرعات وبيعمل جابها كويسة عبد الجواد عبد الرحمن من الباكات اللي هي دايما بيخش كمساك ثالث مع إبراهيم عبد الحكيم وإسلام عبد الله دايما بيقف مازل أسامة هو اللي بيزيد قدام الأربعة دول لو جدنا بس صورة التشكيل قدام الأربعة دول هنلاقي أحمد طعيمة قدامهم اللي هو اللعيب الارتكاز الدفاعي اللي هو بيأمن تشكيل معنا دول أحمد طعيمة هو اللي بيبقى قدام الأربعة هو اللي قدام الأربعة المساكين ميدو نبيل بيلعب تمانية النهاردة وبيزيد عشان يكمل ممكن يتحول لعشرة فأغلب الأوقات واحمد طعيمة هيحميه يعني ميدو نبيل هو حرية التحرب يعني ممكن الطريقة تتحول لأربعة واحد ثلاثة اتنين واحد لوحد اللي هو طعيمة والثلاثة تحت راس الحرب اللي هو أحمد أشرف ونحط دايرة كده على أحمد أشرف الولد ده لعيب كواس جدا أحمد أشرف اللي هو الجناح عنده سرعات ومهاري وصحب شخصية ويشوف من بره وهو بس كان مصاب لسه راجع من إصابة بسهن شايف أنه لعيب ممتاز أحمد أشرف ميدو أسامة الوينجلي الشمالي وبأحمد أشرف نحية اليمين وميدو أسامة نحية الشمال وممكن يحصل تباضل أدوار ما بينهم وميدو نبيلي أحمد كمان معنا مباراة أهلي وبيتروجد دي يعني مباراة يعني سابقة عندنا وكنا زعناها ومعنا ملخص المباراة والأهداف الاتنين اللي قدام بقى سامير محمد وده برضو نحط على دايرة واحد من المهاجمين اللي احنا بنشيد بيه دايما في الاستوديو التحليلي مسجل انت لسه حدقك انتعارض لقائمة الهدفين بيعرف يجيب جون بيستلم صح بيلعب بدماغه كويس جدا وعنده التوقع لو نفتكل لما حللنا له الأهداف في المطش اللي فات كان دايما بيتابع وبيتوقع صح عبد الرحمن شريف اللي جنبه متحرك المباراة اللي قدامنا دي الأهلي بتوجد كانت في المرحلة الأولى في بطولة الدورة في تحديد المراكس لأهلي فاس فيها وحتى شفير محمد دوري المقرأ نقطة مهمة نقطة مهمة نحنا النهاردة باللعب فريق ممكن نقول عليه يعني بلغة الكرة كده فريق مش يعني رخي مش سهل ليه الفريق ده بيدفع كواس جدا وده اللي الأرقام بتقوله حقول لها داك رقم تأكيدا لكلام كابتن محمد الفريق ده بيلعب على ركلات الترجيح أكتر فريق في الدوري اتعادل وكسب يعني كسب بركلات الترجيح تسع مرات بيتعادل وروح لركلات الترجيح معناها أن الحارس اللي معهم ده ممتاز في ركلات الترجيح هم مش هيكسبوا تسع ماتشاط بركلات الترجيح إلا أن الحارس ده يكون ممتاز بركلات الترجيح إذن هم النهاردة جايين يعملوا جايين يحاولوا بيلعبوا النادي الأهل في مدينة ناصر بالتالي بيحاولوا أن هم يتعادلوا يقفلوا وهم عندهم قدرات دفاعية كويسة وعندهم حارس كويس فده اللي إحنا لازم نسجل بادري عشان نرايح نفسنا كمان عايز أقول حاجة أحمد حشيش مبارات التصفات النهائية تبقى مختلفة شوية عن الأدوار الأولى إن ده فيها شدة النهاردة أنت نصحتك إيه لعبت الأهلي طبعا ما فعش استهتار في الجوالات الأخيرة أو في المشوار الأخير دايما بداية المرحلة بداية مرحلة جديدة بقى في التصفيات اللي هي النهائية بتلعب معها الخلاصة بتوع النهاردة بص بقى مساعد كولر موجود كارلوس برينجر مشيلي أنكون كابتن بادر رجب والتواصل اللي احنا اتكلمنا عنه في داية السنوات التحية بتاعنا دي تواصل الدرجة الأولى وقارلوس برينجر مع مشيلي أنكوني مع كابتن بادر رجب ماذا بيترجم البادر عشان بس أبعرف كابتن بادر رجب خلي بالك لغات كلم انديليزي فرنساوي اللغة الوحيدة اللي ما بكلماش عربي فعايز أقول إن طبعا مرحلة مهمة لازم النادي الأهلي يبتدي المرحلة دي مع العشر فرق اللي هما الخلاصة بتاعت البطولة لازم يدي انظار للفرق طبعا اللي حيلعبها من البداية كده وماتش على الأرض وانه هو ياخد خطوة كويسة ويبقى فيه مكسب ومكسب كويس اللي أنا عايز أقول له انه بيلعب فرقة زي محمد قال سئيلة شوية لأن فيها لعبة بتلعب فريق أول وفريق الأول في الدرجات اللي هي مش الممتاز اللي هي سواء المحترفين أو تانية بيبقى طبع اللعب خشن شوية وفيه تخبيط وفيه حاجات من دي فبرضو يعني ياريت ان احنا برضو نتفادى الكلام ده لأن في المورال لو نفتكر الأولانية بتاعة بتروجيت الزعنة قبل كده كان فيه برضو نوع من أنواع الخشونة وطبيعة الحال زي بقولك اللعيبة معظمها بتلعب في الفريق الأول فأخذين على القصة دي نلعب السهل ونلعب ضغط البداية لو جبنا الصورة تانية معلش بتاع الكارلوس برينجر هو جاي يتابع ثلاث لعيبة تحديدا مرس الكولر أكيد بعته عشان يتابعهم مين هذه ثلاث لعيبة ممكن بس الثلاثة اللي مقيدين في القايمة الأفريقية أكيد طبعا لأنه عندك إبراهيم عبد الحكيم وعندك إسلام عبد الله الاتنين دول خلاص يتقيدوا في القايمة الأفريقية فلازم جاي يتابعهم عشان يبعت تأريره الكولر ولا ما أقولك هو مش جاي تابع ثلاث لعيبة هو جاي تابع كله طبعا طبعا مصطفى مخلوف موجود في القائمة وإبراهيم عبد الحكيم موجود في القائمة وإسلام عبد الله فدول لازم يتبعوا بعناية من كولر لأن دول طبعا هو هيتابع كله بس التلاتة دول تحديدا مقايدين أفريقيا يعني نحن عندنا في الملعب تلاتة بس تلاتة متأيدين في قائمة الفريق الأول في القائمة الأفريقية ارجع للباند بتاع النادي الأهلي الاجتماعي بين الكابتن خطيب وكولر والكابتن بادراجب أشار لنقطة مهمة الوجود عناصر أخرى مميزة في القطاع انت خطي ناس الناس بتبدأ تيجي وتتفرج واتتبع علشان في عناصر أخرى وكل اللعيب يعرض بضعط ويعرض نفسه وبعدين احنا مش عايزين نفصل 2003 نحس ان هي الاختيار بس لأن اللعيبة المفروض انها بتبان تصلح للفريق الأول من السن اللي بعد كده اللي هو 2005 2007 كمان 2018 سنة يعني احنا لعبنا درجة أولى 17-18 السن ده بتاع الدرجة الأولى كمان عندي سؤال للكابتن مش هو في شهر 6 السن ده هينتهي بالضبط كده يعني مفروض النادي الأهلي يتابعهم طبعا عشان الخاطر يا أما يطلعوا عارة طبعا يا أما خلاص آه يا أما بيكمل يا أما بيكملش فعشان كده لازم تتابع اللعيبة دي بيعناية جدا طبعا دكتور سابت النهاردة كابتن أحمد عبدالزاهر ممكن يبدأ شكل المباراة أو يبدأ البداية بتاعته تكون شكلها زي النهاردة بالتأكيد هيبة في ضغطة علي في الأوروان يعني دي سياسة الكابتن أحمد عبدالزاهر بيحب يلعب جدا على الأطراف بيحفزهم ضربات سابتة بشكل كويس جدا بتلاقي الاثنين الفراودة سامير محمد دايما هو اللي بيقطعوا عبدالرحمن شريف بيتحرك على الأطراف مهم جدا النقطة دي عبدالرحمن شريف ما يبقاش محطود جنب سامير محمد عشان الاثنين ما يلفلوش على بعض ما نحسش ان احنا بنلعب ناقص واحد لازم واحد فيهم ينزل يفتح مساحات للي جاي خاصة ان ميدو نبيل عنده التمريرة حلوة عنده التمريرة الطلية وعنده رؤية كويسة جدا فيقدر يوصلهم للجود وبيعمل حاجة تانية أحمد بيزوء الاثنين الطرفين الباكين بيزوءهم في نصف الملعب وبيخلي الديفندر اللي هو طعيمة ورايب شواء المساكين عشان يزود برضه يعني يعمل زادة عدية في نصف ملعب المساكين النهاردة نصايا حكام تنحشيش اليوم إبراهيم عبد الحكيم وإسلام عبد الله زي ما بنقول دايما اللعب السهل السليم في البداية في البداية دايما اللعب السليم عشان هو ده اللي خليك تاخد السقة بمرور الوقت عشر دا ربع ساعة ما بتغلطش بصيش كرة تتقطع منك ما بتعملش فزلكة في حاجة بتاخد السقة وبتكمل صحف اللعب المباشر ومش عبق أوي حتى اللعب اللي بتلعب انتخب مصر لو مزنوء أو مضغوط عليه في منطقة خطرة ناحية الجنب بتاعك لعبها في الحطة الفاضية قدام في نصر الملعب التاني تمام أخيرا دكتور سابت أحمد أشرف ميديو سامة عليهم دور مهم جدا النهاردة في هجوم النادي الأحلي طبعا خاصة أنا أحمد أشرف أنا شاف أنه إن شاء الله إن شاء الله ممكن يكون مفتاح الفوز أحمد أشرف تحديدا واحد من اللعيبة اللي دايما بتختارك لجوه من العمق وعنده تزديدات وتمريرات كويسة جدا بس أنا شاف أنه لازم عبد الجواد عبد الرحمن ما ينفعش النهاردة يقف ليه؟ لأن أنت معاك جناح عكسي جناح بيخش الجوة فأنت لازم تكمل ممكن على فكرة أحمد أشرف برضو يلعب ناحية الشمال وميدو أسامة تلاقيه مين يعني تلاقي في تبادل أدوار يعني هو سعاد بيبدل أدوارهم كتير جدا فإن شاء الله دول يكونوا المفتاح مع ميدو نبيل زي ما قلنا الطريقة ممكن تتحول لأربعة واحد تلاتة اتنين بوجود أحمد طايمة هو اللي واقف ومعاك خمسة قدام في الناحية الهجومية بيهجموا الممارات كلها سواء الممار الداخلي أو الخارجي أو الزونفورتي تمام إحنا علشان شافين اللعيبة طبعا نزلت ملعب المباراة خلاص المباراة تنطلق بعد دقائق بشكركم شكرا جزيلا كابتن حشيش دكتور أحمد ثابت وروح لفاصل وبعد الفاصل معلقنا المتميز تامر عبد السلام ونشوف حضراتكو بين شوطاي المباراة